إزاي نستعد لأول يوم دراسة؟ هنبتدي مع حضرتك من زاوية الأب والأم، الأسرة إزاي تعد أولادها وبناتها ليوم الأول دراسة؟ أول يوم دراسة، مش أول يوم دراسة لطفل لسه داخل المدرسة أول يوم دراسة لكل الناس إحنا عندنا 40 مليون طفل 40 مليون من عدد سكان مصر اللي هما من سن سنة لحد 18 سنة اللي هي مرحلة التعليم قبل الجامعي ممكن أولى كلية من الجزء ده فإحنا بنتكلم عن عدد سكان يتجاوز 7-8 دول مجتمعة نزلوا النهاردة للمدرسة دول صاروا بشرية قوية جدا لأي مجتمع طيب، الدراسة هي بداية جديدة بداية جديدة في كل سنة أنا أتذكر نفسي كنت بستنى أول يوم دراسة ده يعني بفرحة شديدة أن أنا هقبل زميلي اللي كانوا قبل كده السنة اللي فاتت المشكلة الكبيرة في الطفل اللي أول سنة يروح كيجي أو يروح قول ابتدائي ده عايز عملية جزء من الفطام النفسي فطام نفسي لأنه متعود على الصي المعين في حياته بيصحى الساعة برحته بيعب برحته مفيش دوابط في سلوكه ما تعملش ده ويعمل ده فده عايز قبليها بمدة تبقى الأم والأب معاه أسبوع عشر تيام عشان ما الجلوس صدمة في أول يوم دراسة لأن انت بعدته عن الجو المقلوب بالنسباله المكان اللي بيحبه المكان اللي بيعمل فيه كل اللي هو عايزه بيضحك برحته فانت رايح على سيستم المفروض ده تعمله طبعا بطريقة بتبقى المدرسة معدة أنها تتعامل معي بس هو لحظيا عشان مش متعود على الأم لازم تعمل إيه قبلها أول حاجة بيولوجيا حتى تتبط له الساعة البيولوجية يعني الساعة البيولوجية بمعنى إيه هو بيصحى كل يوم الساعة 12 لا هو معايده في المدرسة الساعة 8 الساعة 7 لازم أنا قبليها أحاول أن ييمه بدري بحيث أنه هو ما يبقاش أن أنا دخلته في سيستم مختلف عليه بالإضافة لأن أنا نكدت عليه وصحته بدري دراسة بيبقى فيها صهر كتير في الأجازات وكلا بالضبط هو متعود بقاله أربع شهور ولو أول يوم دراسة لطفل أول مرة يدخل كيجي هو طول عمره بيصحب براحته وبينام براحته ما فيش ضوابط لده فأنا لازم أهيأ له الجو النفسي أننا هننام بدري قبليها بعشر تيام وخمسة شهر يوم عشان يبقى متعود على ده يقلق لوحده يبقى أنا معملتلوش مشكلتين مشكلة أن أنا بعدته عن البيت وعن الجو العام اللي هو عارفه ومشكلة أن أنا صحيته بدري عن المعايد فهو صحي مقاري في زهائي بس وأنا بفهمه أنه ده عشان خاطر المدرسة وعشان خاطر إحنا نبتدي نروح خليني في الأول أو مدرسة ولا عشان إحنا بتدينا نعمل يلا أنام بدري خليني مربوطش ده في الأول ما يبقاش في ارتباط شارطي بمفهوم عالم النفس لأن ده معناه أن المدرسة بتخليني تقاير سيستم حياتي فأنا تنكد علي أن أنا مش هلعب أن أنا مش هصهر براحتي فأنا بالتالي كذا لا يلا عشان إحنا هننام دلوقتي وابتدي أدرج وبرضو ما جيش مرة واحدة بالنامي الساعة 2 وده خطر طبعا عشان هرمون النمو ولازم يشتغل الساعة 12 الساعة 10 الساعة 11 على أي انتبعا لسن الطفل أن أنا بتدي أقل الساعة يوم بعد يوم بعد يوم ما جيش بالنامي الساعة 2 وقل له هننامي الساعة 9 استحالة ممكن نقعد للساعة 2 قاعدين بنعيط ومنكدين ومش بالنام لأنه هو تعود على أنه مسسم نفسه أنه بيقعد للساعة 2 فبتدي أنام 1 12 11 10 9 ويبقى ده سسم إحنا وبعدين لازم في حاجة لو هو أول طفل بالنسبة لي أو تاني أو تالت لازم البيت كله يبقى مهيئ أن إحنا كلنا هننام في التوقيت ده ولو نكون بنمثل عليه لأنه هو يحس أنه هو فيته كتير من جو الدفء العائلي الجو اللي بيحبه اللي قاعدين بنهضر بندحك فإحنا مش بنكد عشانيك تنام وإحنا قاعدين إحنا براحاتنا بنلعب لحد ما ينام وبرضه ممكن نمارس حياتنا ترجمة نانسي قنقر